بسم الله الرحمن الرحيم هذه علامة يرسلها الله لك فإذا رأيتها فرجع بسرعة إلى طريق الله سبحانه وتعالى قبل الموت الحقيقة أيها الأحباء من العلامات المهمة التي يكرم الله بها عباده وهي رحمة بهم للأسف نحن ننظر إلى هذه العلامة على أنها مصدر سوء وشر وأذى وألم بالعكس إنها البلاء عندما تبتلى بأمر أخي الحبيب يجب أن تعلم أن هناك شيء الله يريد أن يحققه لك عندما تخسر في تجارتك أو يضيق رزقك اعلم أن هذا فيه خير لك في الدنيا وفي الآخرة عندما تمرض مرضا شديدا يعجز الأطباء عن علاجه أو لا تجد ثمن العلاج أو لا تهتدي لطريقة الشفاء فتضيق بك الدنيا اعلم أن الله يريد بك خيرا إذا كان عندك جار سيء يؤذيك أو إنسان تسلط عليك في العمل أو زوجة تريد لك الشر أو ابن عاق يضرك اعلم أن وراء هذا البلاء خير عظيم لك إن شاء الله ولكن كيف ما هو البلاء أخي الحبيب هل هو دليل على محبة الله أم على كره الله لك لنذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلا إذا أحب الله عبدا ابتلا إذا البلاء هو دليل محبة من الله طيب النبي يؤكد لنا أن هناك أشخاص يختارهم الله وهو أعلم بعباده فيكتب لهم منزلة عالية عنده في الجنة ولكن هذه المنزلة لا يصل إليها العبد بأي عمل لا يصل إليها بعمل فيبتليه بما يكره يبتليه بظلم بشر بولد عاق بشخص يؤذيه بزوجة تتسلط عليه إمرأة يبتليها الله بزوج سيء شارب للخمر يضرب يشتم يؤذي لا يكترث بأعباء البيت لا يهتم ببيته هذا بلاء وهو دليل بحبة من الله الله يريد أن يبلغك منزلة عالية عنده هذه المنزلة لا يصل لها العبد لا بصلاة ولا بكثير الصيام ولا بقيام ولا بزكاة ولا بأي عمل آخر إلا بالبلاء فإذن هذا البلاء أخي الحبيب هو علامة تحذير يعني أنا أعتبره مثل هذا الضوء الأحمر الذي يعمل في السيارة إذا كان هناك نقص في الزيت نقص في الوقود إذا كان هناك خلل في جهاز ما من أجهزة السيارة تجد أن هذا هذه اللمبة الحمراء تضيء تدلك على وجود خطر فبما أن الله ابتلاني معنى هذا الأمر أن الله يريد أن يطهرني من الذنب أن ذنوبي أصبحت كثيرة والله يحبني يحب لي الخير يريد أن يطهرني تطهيرا من هذه الذنوب فيبتليني بهذا البلاء فهذه العلامة أخي الحبيب هي مؤشر أن الله أيضا يريدك أن ترجع إليه وإلا لماذا يبتليك يعني أنت إذا كنت تحب ابن وهو غالي عليك جدا تحب أن تراه في كل وقت فإذا كان هذا الولد منشغل عنك فتبحث عن أي سبب لتجعله يتصل معك يكلمك أي شيء تريد أن تسمع صوته الله عز وجل من محبته لعباده يريد أن يسمع دعاءهم يريدك أن تلتجأ إليه سبحانه وتعالى يريدك أن تدعوه أن تقول يا رب بصدق انظر معي إلى هذه الآية الكريمة ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إذن العذاب رحمة نعم العذاب في الدنيا مثل الكوارث الزلازل الانهيار الاقتصادي المجاعات الحروب كلها نوع من أنواع العذاب ما هو الهدف منها أن تستكين لله تتواضع لله وترجع إلى الله وتعود إلى الله وتتوب إلى الله وما يتضرعون يعني لم يقل يا رب اكشف عني هذا البلاء يا رب عافني يا رب اشفني يا رب أبعد عني هذا الظلم لم يقل ذلك للأسف بل يستكبر ويجحد أكثر للأسف أحياناً تحدث حرب وهي بلاء من الله في بلد فنجد بعض الناس أصبحت أخلاقهم أسوأ بعد الحرب بدلاً من أن يعودوا إلى الله ويتحابون ويصبح أحدهم رحيماً بأخيه يتحول إلى مجرم بعد الحرب سبحان الله فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء بأساء يعني حرب ضراء يعني زلزال مثلاً مثلاً يعني أو انهيار اقتصادي مجاعة لعلهم يتضرعون يعني الهدف من هذا البلاء هو التضرع معنى ذلك أن هذه العلامة إذا جاءتك أخي الحبيب وهي البلاء فكر أن ترجع إلى الله بسرعة فكر بالتوبة بسرعة لا تنتظر اسأل الله العافية فوراً النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه ويقول إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة ماذا تريد أكثر من ذلك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا ضمنت العفو أن يعفو الله عنك وضمنت العافية وهي الصحة ماذا تريد؟ فعلا يعني أعطاء عظيم العفو والعافية نصيحتي لك أخي الحبيب لا تنتظر الكارثة حتى تتحقق عد إلى الله وارجع إلى الله من دون أن يبتليك الله يعني سيدنا داود وسيدنا سليمان سليمان عليه السلام نبي كريم أعطاه الله من المال ومن الحكمة سخر له الريح والشياطين وعفارية الجن وسخر له الطير والجبال ملك لم يؤتى أحد بعده مثله على رغم من ذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم انظر وهو في قمة الملك والعظمة والمال والسلطة لدرجة أن الهدهد أخبره أن هناك امرأة على بعد ألفين كيلومتر أو أكثر يسجدون للشمس انتفض وأسرع وتأهب واستعد لإحضار هؤلاء وإخضاعهم لكلمة الحق قال أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يعني حتى الهدهد كان مستغرب عندما جاء قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كان مستغرب أن هناك إنسان يسجد لغير الله انظر انظر إلى قوة سيدنا سليمان والسلطانه هذا السلطان أين بلغ في الأرض مشارق الأرض ومغاربها وبالتالي على الرغم من ذلك كان عبدا صابرا شاكرا حامدا لله وابتلاه الله أيضا ولكن هذا موضوع له قصة أخرى إذن أخي الحبيب البلاء هو علامة علامة محبة من الله لك أنا أحيانا يصيبني مرض فدماغي يعمل أبحث على الإنترنت ما هو العلاج ما هو السبب المرض ماذا قال فلان ماذا 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 إلى آخره أبحث عن العلاج أبحث عن كذا إذا كان كان المرض سيء نوعا ما أحمل الهم والغم وأكتئب وأحزن وأخاف من المستقبل وكذا طيب غير نظرتك لهذا الموضوع أنا غيرت نظرتي على الفور أصابني مرض أنظر لهذا المرض على أنه بلاء من الله واختبار من الله ومحبة من الله أهلا وسهلا بعد أن يطمئن قلبي وأرضى ببلاء الله وأعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبه الله لي أعلم ذلك وأعلم أن هذا الضر لن يكشفه إلا الله بعد ذلك أصبحت أبحث عن علاج بفعل يعني غريزة الإنسان يبحث عن الطعام والشراب والشفاء والرزق ولكن اختلفت العملية كثيرا لم أعد أعاني من الحزن والخوف والاكتئاب والخوف من المستقبل إلى آخره طيب ما هو آخر هذا المرض هو الموت يعني لقاء الله وأنا أرجو لقاء الله لأن الله يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فإذن عندما تغير نظرتك للمرض تغير نظرتك للظلم تغير نظرتك للقلة قلة الرزق تغير نظرتك للأذى من يؤذيك تنظر لهذه الأشياء على أنها بلاء من الله ومحبة من الله والله يريدك أن تتوب إليه وترجع إليه وأنها ترفع درجتك عند الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة الشوكة تدخل في رجلك أو في يدك تأخذ عليها أجرا يعني بالخطأ أحيانا إنسان يضرب يده بجدار أو بعامود فيتألم هذا الألم تأخذ عليه أجرا ما رأيك؟ إذن أنت نظرتك تحولت من نظرة دنيوية تشاؤمية مليئة بالاكتئاب إلى نظرة تفاؤل وفرح بمغفرة الله وفرح بمراقبة الله لك وأن الله يعلم أن هذا الضر نزل بك ولن يكشفه إلا الله سيدنا أيوب عليه السلام كيف تعامل مع مرضه؟ وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مع العلم أنه في بعض التفاسير يقال إن سيدنا أيوب عليه السلام مضى على مرضه سنوات طويلة وهو يعاني وكان يستحي من الله أن يطلب الشفاء حتى عندما طلب لم يقل يا رب اشفني لم يقل يا رب تعبت كثيرا قال مسني انظر استخدم كلمة يعني حياء مع الله إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لم يقل اكشف الضر عني لأنه يعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله ويعلم أن الله موجود بقربه ويراه يعني عندما يصيبك هذا المرض أخي الحبيب الله بقربك يعلم عنك أكثر مما تعلم عن نفسك وموجود وقريب الله يقول لك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب من 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 منك إليك حبل الوريد هذا يعني أقرب من شرايين وأوعية والأوعية الذموية الملتصقة بك أقرب منها إليك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم ما معنى ذلك يعني الله معنا الآن ومعك ويسمعني ويسمعك ويراني ويراك إنني معكما أسمع وأرى يعلم السر وأخفى فإذن سيدنا أيوب يعلم أن الله معه يرى يعلم ما بحاله ولكن أراد أن يقول يا رب يعني أنت أعلم بذلك إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يعني الله كان يكره أيوب عندما ابتلاه بهذا المرض لا يا أخي هذا البلاء هو محبة من الله لك ليرفع درجتك عنده إذن منذ هذه اللحظة أرجو الكل من يسمعني أن يغير نظرته للبلاء وأن يعتبر أن البلاء هو علامة يرسلها الله لك علامة محبة يريدك أن تعود إليه فارجع بسرعة نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر